بسم الله الرحمن الرحيم رسالة نفتوحة في الذكرى التاسعة والتسعين لثورة العشرين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فنستعيد اليوم عبق ثورة العشرين المجيدة في ذكراها التاسعة والتسعين التي تبعث فينا في كل عام آمال الخلاص وتشيع في قلوبنا مشاعر الاعتزاز والقيم الرفيعة في زمن قلت فيه هذه المعاني واستولت على الكثير معاني مضادة لكل ما هو نبيل وشريف وسام من القيم التي ينبغي أن تتصف بها الشعوب الحية والعراق منها في ظل الظروف التي يعيشها منذ ستة عشر عاما وها هو واقع العراق العام والسياسي منه خاصة يثبت بما لا يدعو مجالا للشك بوجود حاجة ماسة لتحفيز الذاكرة والهمام وبعث الآمال والسعي الجاد والعمل المتواصل من أجل إنقاذ العراقيين من أوضاعهم المأساوية وأمنهم المفقود وثرواتهم المسلوبة ولا سيما في العام الماضي الذي زادت فيه معاناة العراقيين من نقص في الأنفس والأموال والثمرات قتلا وفسادا وسرقة وإغراقا وإحراقا في نتيجة متوقعة لمقدمات الهواني والتخاذل والإنسياق من الطبقة السياسية التي تمسك بخناقه وتتحكم بأموره وتتصرف بشؤونه رغما عن مواطنيه بحسب أهوائهم وإملاءات رعاتهم وداعمهم وإذا ما أردنا أن نتلمس علامات الشبه ووجوه الافتراق بين واقع العراقيين بعد ثورة العشرين وواقعهم الحالي فسنكتشف أمورا مهمة منها أولا الشبه الواضح من حيث النهايات بين ثورة العشرين وثورة العراقيين ضد الاحتلال الأمريكي واتهام قادتها ورموزها والفاعلين فيهما بالتمرد والإرهاب وتحريف تأريخهما عند بعض المعاصرين فواقع الاحتلال المركب للعراق الذي يعيشه الآن هو نتاج التفريط بمعطيات المقاومة والثورة العراقية الحقيقية على الاحتلال ومشاريعه العسكرية والسياسية التي تعمل أطراف كثيرة على توطينها وتمكينها وتعزيزها في سياق تنكر واضح ومتعمد للأثر المشرف للمقاومة العراقية التي يحاول بعضهم ادعاء شرفها زورا وبهتانا وواقعهم يشهد بوقوفهم ضدها وعملهم على التصدي لها وتعاونهم مع الاحتلال في التنكيل بها ووصفها بكل أوصاف الخبث والكره والحقت وإلباسها لباس الإرهاب الذي يمارسه هؤلاء منذ ساعة الاحتلال ثانيا وضوح الرؤية عند الثوار ومعرفة عدوهم والتركيز على أهدافهم بخلاف ما يعانيه الكثير اليوم من تشتت واضح في الرؤى وانخداع بدعوات من هنا وهناك وتصديق لأحابيل المتصارعين من حولنا والتعويل عليهم دون الله وبعيدا عن واقع الصراع وطبيعة الحرب المعلنة من المتصارعين علينا جميعا أرضا وشعبا وعقيدة وحاضرا ومستقبلا ثالثا إن معيار انتصار الثورات ليس في وصولها إلى سدة الحكم وإنما بثباتها على منهجها وعدم التفريط بمبادئها وأهدافها التي قامت من أجلها ولا بد لنا هنا من التنبيه على أن العوامل التي أنتجت ثورة العشرين والمقدمات التي مهدت لها ومكنت لانطلاقها تحمل دلالات كثيرة نحن العراقيين بأمس الحاجة إليها في زماننا اليوم ومن أبرزها أولا شيوع فكر الإعتاق والخلاص من الظلم وسعي مختلف فئات المجتمع للتحرير ثانيا التعاون المثمر بين القوى الوطنية والفعاليات الشعبية لإنجاز مشروع التحرير ثالثا قيام المراجع الدينية والواجهات المجتمعية ولا سيما القبائل والعشائر بواجبها الشرعي والأخلاقي والوطني تجاه العراق وانسجامها مع طموحات الشعب وأماله إن روح المقاومة ومعاني الفداء وقيم التضحية ما زالت موجودة في قلوب المخلصين الذين يسعون لتحقيق أهداف أبناء بلادهم وتعزيز فرص نجاتهم أمام مشاريع الشر وخطط الباطل ومؤامرات الأعداء في الداخل وفي الخارج وفي الجوار وعن بعد ولا أفضل من ثورة العشرين محفزة لنا في هذا المجال ولا سيما وهي تطرق أبواب الذكرى المئة لها في هذا العام وبهذه المناسبة فإننا ندعو أهلنا في العراق جميعا وقواه الخيرة والمخلصة إلى قول الوحدة وفعل الاجتماع وروح المبادرة لانتزاع حقوقهم والانتفاضة على مغتصبي فرصهم في العيش الكريم لأنقاذ أنفسهم وبلدهم من واقعهم الذي لا يشابهه واقع آخر بالمنطقة حفظ الله العراق والعراقيين من الشرور وبصرهم بما يعانونه ومكن لهم في الخلاص منه وهداهم الرجل والتعاون والتآزر وأبعد عنهم عناصر الشر وأسس الخراب وعوامل التخاذل والتواكل إنه ولي ذلك والقادر عليه الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في السابع والعشرين من شوال 1440 للهجرة الثلاثين من حزيران 2019 للميلاد ترجمة نانسي قنقر